طيب أستاذ أنت حملت النائب أليم حسين مسؤولة الانتكازات العسكرية ألا يقد هناك نوع من التحامل عليه؟ والله أعتقد أنا لم أكن متحامل على الإطراق طيب كيف هو مسؤول لوحده؟ هو المسؤول عن الملف العسكري وبالتالي هذه الإخفاقات من المسؤول عنها؟ إن لم يكن المسؤول عن الملف العسكري هو مسؤول عن كل الانتكازات والإخفاقات أنت قلت الرئيس هذه متفرد بالسلطة وذكرت كمان عن طريقة التدخل السعودي الإماراتي يعني أي شيء يقدر يفعله معهم كلهم؟ وإن كان له دور أكيد كنائب الرئيس الجمهورية؟ أنا أعتقد أن الإماراتيين والسعوديين لا يعينوا قادة الألوية ولا الوحدة العسكرية ولا هم مسؤولين عن عملية إعادة بناء القيش بناء القيش هذا شأن يمني داحد مطلوب من الأشقاء في الدول التحالف دعم الشرعية أنه يقدموا لنا الدعم المادي واللوقستي لإنشاء القيش لكن هذا شأن داحد ما هي البهود التي بذلها المؤسس من أجل بناء قيش وطني بالأكس هو رشح عدد من الأسماء ليتولوا مناصب قيادية لا علاقة لهم بالجانب العسكري ومعظمهم مدرسين أو ناس يعملوا في مجال الصحة هذا على حساب آلاف الناس من الأسكريين المحترفين المؤهلين المؤهلين يعني الذين لم يتم استيعابهم حتى هذه اللحظة بحقة أنهم أفافيش من أتباع الرئيس السابق طيب الموضوع هذا كله قد طويت صفحته الرئيس السابق طبعا قد قتل وأنتهى رحمة الله عليه وبالتالي الله يرحمه يعني هذا القيش القرار إذا كان ولا أولي عبد الله صالح قد راح ولا شخصي علي عبد الله صالح الله يرحمه راح يبقى ما الذي يمنع أن نستفيد من هذه القوة المؤهلة والمدربة في حسم الماركة مع الإنقلابية